وما زلنا معكم مشاهدينا في هذا الصباح الجميل ومعنا في الستوديو صوت جميل جدا للفنانة الشابة صابرين كمال أهلان يا صابرين أهل فيك الله يصبحك بالخير الله يصبحكم بالخير جميعا وكل الناس اللي عم بتشوفنا هلأ نحن مبسوطين كتير بوجودك معنا لأن صوتك رائع بتصور في إلك جماهرية وشعبية خصوصا أنك أنت اشتغلت بفرق فنية قبل هيك وكنت تطلع على المسارح تغني كتير مزبوط؟ نعم مزبوط أكيد الفرق الفنية بتساعد أنه يكون في إلنا جماهرية وخاصة أنه الناس اللي عنا متعطشين للفن فدايما الفن إله مكانة حلوة بفلسطين وبتمنى أنها تستمر هيك دايما إن شاء الله بالأصوات الرائعة مثل صوتك الصبري مش رح نطول على المشاهدين إحنا لازم نسمعهم صوتك سريعا ولكن قبل حابة نعرف سواء إمتى مبلشت تغني أكيد كنت طفلة صغيرة يمكن لا ما كنت تدندني نعم أنا بلشت وأنا صغيرة جدا يعني من ست سبع سنين وهي بصراحة الشغلة في الوراثة يعني هي كانت العيلة عندنا أكتر من حدا بعزف بغني فالفن إجاب الوراثة وبعد هيك نميت الموهبة في المدرسة في الجامعة من خلال فرق محلية وكمان يعني عروض كانت في دول أخرى لتمثيل الفلسطين وحاليا في أعمال خاصة يعني هذه هي اللي يمكن الطموح اللي أي فنان خاصة فلسطيني بحب أنه يوصل له أنه يكون له أعمال خاصة لإله حكينا عن أعمالك سابرين أكيد بنحب نعرف أوكي طبعا أنا يعني هلأ موجودة في شركة اسمها ستارزوي وهي أول شركة إنتاج بفلسطين وهذا إشي كتير حلو لأنه إحنا بفلسطين يعني ما في عندنا إنتاج فني دائما نتوجه له يمكن دول برة فهلأ في عندنا شركة جديدة وأنا كنت معاها من أربع سنين نزلنا ثلاث أغاني تهيأ لي موجودين يعني على اليوتيوب وكمان نزلوا في المحطات المحلية ويعني عم نشتغل على الموضوع أغاني تانية طبعا تسجيل أوديو هي تسجيل نعم هي تسجيل أوديو وكانت تجربة كتير حلوة خاصة أنه إحنا تشاركنا مع ناس من مصر وعزفين من مصر الألحان والكلمات والكتكيل عنها نعم هي الألحان والكلمات فلسطينية كلها يعني أصدي مش اللهجة العمل الفلسطيني ولكن اللهجة مصرية اللهجة مصرية نعم العزف كان وعزف الألات في مصر ولكن صوتي كنت أحطه طبعا يعني بستوديوهات محلية فكانت تجربة حلوة كتير وأنا هلأ يعني إن شاء الله بطمح أنه أكمل في هذا الإشي يعني الأعمال الخاصة وبحب أنوه لشغلة إنه كمان بشتغل مع مؤسسة صابرين للإنتاج الفني طبعا مؤسسة صابرين مؤسسة عريقة جدا أنا شخصيا تسميت عا اسمها يعني لما ولدت فبرضو هذا كخط آخر هي يعني بشتر معهم على إشياء تراثية وإشياء العلاقة طبعا بفلسطينيتنا بين أقواس وهذا إشي طبعا بشرفني سمعنا صابرين من أعمالك أوكي متسمع من أعمالي خلينا نقول أغنية جنبك سبني أعيش هي أغنية يعني كتير كانت إلها صدى حلو وكان إلي تجربة حلوة إنه أشارك هالغناء مع الفنان عمر مصطفى لما إجا على رمالة في هاي الأغنية فبحب دائما إنه أغنيها هي من كلمات ريم عادل وألحان وتوزيع ثائر عبد الكريم هو الشخص المسؤول عن الشركة أوكي تفضل نسمع هيك شو أصيب سنيني تحلى في يوم مجيني يا أجمل ما شافت عيني إمتى لؤاك في بالي أنا عيشة لك أيامي شايفة بعيني أحلامي خدني الهواء حبيبي جنبك سبني أعيش قرب مني وما تسبنيش ده نفعني حني اللي لؤك ما بينتهيش شايفة بعينيش ما تسبنيش ده نفعني حني اللي لؤك ما بينتهيش شكرا ما شاء الله ما شاء الله الأغنية جميلة وصوتك طبعاً ظهرت بصوتك جميلة جداً شكراً إليك رائعة الأغنية الأغنية نازلة على المواقع الإلكترونية نعم هي نازلة على المواقع الإلكترونية على مواقع زي موالي وبانت وكانت موجودة بالمحطات أصدي الإذعية يعني في البلد وبصراحة كانت انطلاقها يعني معينها مش أول أغنية كان في أغنية قبلها اسمها لو عايز تقرح ولكن أنا بحس إنه كان الصدى كتير حلو من هاي الأغنية جميلة الأغنية شكراً نتمنى أكيد نسمعها كاملة نبقى سابرين سمعينا شي لفايروز بعد إذنك هلا عشان فايروز أكيد الدنيا الصبر لناس برنامجنا أكيد فايروز أوكي منقول كيفك إنت كيفك إنت ملا إنت كيفك آل عم بيقولوا صر عندك أولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد كيفك آل عم بيقولوا صر عندك أولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي لولاد كيفك إنت ملا إنت بيطلع عبالي رغم العيال والناس إنت حلالي وبحبك في الأساس كيفك إنت ملا إنت بحبك إنت الله الله شكرا يا سابرين سابرين مين أكتر حدا بالبيت عندكم بيدعمك بيشجعك أنك تكملي مسيرتك الفنية؟ هلأ مين أكتر حدا بالبيت يعني ما بقدر أقول أكتر حدا أكيد أهلي يعني بشكل عام يعني إن كانت العيلة المقربة أو حتى العيلة الكبيرة وكمان الأصدقاء يعني الأصدقاء كتير بيلعبوا دور بمعرفهم بيدعمهم وأنا يعني دائما بشكرهم على هذا الحكي وفي كتير ناس هلأ عم بتشوفني لأنا بتحبني وتحب تسمع اللي أنا بعمله فالعيلة أكيد إلها دور كبير والناس إلهم دور ووضعنا بشكل عام إلو دور لأنه إحنا بفلسطين يعني فعلا بنفتقر للفن اللي ممكن إنه يترقه ويصير ضمن يعني الوطن العربي وينقل صورة كتير حلوة يعني أكيد الفن هو رسالة بالآخر زي ما داما نحكي رسالة من ننقل فيها مش بس معاناتنا كشعب فلسطيني هذا الحكي ممكن بنتقل بالأخبار ممكن بنتقل في في الراديو لكن ننقل حبنا للحياة ننقل حبنا للفن وحبنا للموسيقى وثقافتنا إنه إحنا ناس منعرف بالفن ومنسمع لناس قديمة ولناس جديدة وعننا ثقافة كتير عادلة بس خلينا نطلع هلأ فاصل صغير مشاهدينا مع قراءات شعرية وبنرجع مع صوت صابرين الرائع بنواصل معكم مشوارنا الصباحي لهذا اليوم الجميل مشاهدينا وخلينا نرجع لصابرين الفنانة الشابة ذات الصوت الجميل شكرا صابرين أنا سمعت أنه أنت كنت عم تشتغل على تحضير ألبوم وأريدي حضرتي ألبوم من مجموعة أغاني شو اسم الألبوم وأيمتا رح يصدر مثلا وكيف اشتغلت عليه أوكي أول إشي أنا لسه ما أعطيت اسم للألبوم هو الفكرة أول إشي كانت أنه أنزل أغنية وحدة وإذا كان في صدى ينزل ألبوم وهلا حتى الفنانين الكبار هيك بيسووا وحتى المبتدئين هيك بيسووا وبينزلوا سينجل بسموها وإذا كانت لها صدى حلو بيكملوا في الموضوع أنا هذا اللي سويته وسجلت عشر أغاني وهي جاهزة تسجيل صوت يعني نزل منها ثلاث أغاني رسمية أنا في السوق إلي بس ثلاث أغاني رسمية ومن هذا الباب بحب أنوه لشغلة أنه في بعض الأغاني نزلت على اليوتيوب الناس بترجعني فيها وهي بصراحة نزلت بشكل يعني للأسف صرقة يعني أو تسريب تسربت يعني؟ نعم تسربت من يعني من شخص معين وهي نزلت على اليوتيوب هلا هذا الحكي ما أزاني بالعكس يعني أي حدا قدرت تعرف الجهة اللي سربتها يعني يعني تقريبا بقدر أعرف الجهة اللي سربتها وزي ما حكيت أنه هذا الحكي يعني فادني في كتير ناس يعني صارت تعرفني من الأغاني اللي أنا ما بدي أنزلها وهي ديموهات بالآخر بسمو يعني إشياء مش فاينل فأنا ما اكترثت كتير للموضوع لكن أنا الإشي اللي بحب أقوله وأنتهز الفرصة من هون إنه إحنا بالفن في الفلسطين ما في عنا اللي هي حقوق الطبع الكوبي رايتس ما في عنا حقوق طبع فنية فيعني أنا بتمنى إنه يصير في عنا وعي لهذا الموضوع وإنه إحنا نحمي الإشي اللي بخصنا الإشي اللي إحنا لأنه فننا يعني إشي مننا حقوق الطبع وحقوق الإصدار يعني إنها تكون محفوظة لصاحب الحق نظبوط فيعني أنا بتمنى إنه يكون في عنا ناس فعلا إلها توجه إنها تحمي هاي الحقوق مزبوط وبالآخر نزلت لي أغاني وأنا بشكر الشخص أن نزلها لأنه يعني خلاني هلأ معروفة أكتر فبس يعني كنت حابة أن نزلها في الصورة أكيد الفاينل البروفيشنل يعني أكتر للناس وأكيد كلنا بنستنى كتنزليها بالصورة الفاينل والنهائية اللي أنت بتحبيرها يا صابرين إن شاء الله سمعين أشي يلا أوكي منسمعكم إشي لذكرى حلا يا سيبني في حيرة ونار ليل ونهار بحلم بلؤاك عزبني الشوق والتاعد وش برتاح غير وانا وياك يا سيبني في حيرة ونار ليل ونهار بحلم بلؤاك عزبني الشوق والتاعد وش برتاح غير وانا وياك أهوكنا وبدوبنا عشانك عمري عمري أنا بحوكنا وبدوبنا وليم بيعد علي أسنا أهوكنا وبدوبنا عشانك عمري عمري أنا بحوكنا وبدوبنا وليم بيعد علي أسنا الله كم لي سابرين كم لي ليش أطعطيها أنا يعني بحب أحكي كتير بحب ذكرى وعنجد كان إشي كتير خسارة يعني خسارة فنية إنه إحيان خسارة فنانة كتير عظيمة زي فيك وبالذات هاي الأغاني اللي كانت أخر إصداراتها قبل وفاتها أهو في نفس الألبوم في أغنية أظن تانية كمان هلأ مش متذكر اسمها ولكن الأغنية هاي جميلة كتير في وحياتي عندك إذا تحبي بتحبي تسمينيها طبعا 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 وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر ما تصارح قلبك قبل ما ييجي الأيوم وتسافر وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك أنا مش ممكن أبدا أقدر على الأشواء يوم ما تسافر وحياتي عندك الله وبعدها الأغنية لأماما عشان كتير بتحبها الله مامتك صوتا حلو مامتي صوتا حلو وخالتي وخالي كلهم أنا حاسة أنه في شخصيات هايك موينها فنية عندكم بالعيلة صحيح هو صراح القصة كتير مضحكة أنه من ستة ستة بتعزف على العود اللي هي أمي والله سيدي الله يرحمه زمان كان عامل فرقة في البلد وهيك بلشت الشغلة هلأ رابتي اللي هم بأميركا هلأ بغنوا للجاليات العربية في عندي خالتي في لوس أنجلوس خالي في دوء يعني ولاية تانية فلا عامري الحمد الله سابرين فضلت تعملي أعمالك الأولى باللهجة المصرية كلها جميع كل الألبوم صراحة نعم كل الألبوم باللهجة المصرية أنت فضلتي ولا هيك نعرض ولا يعني أولي لك تسيني أكتر لا هلأ هو السوء علشان يتقبل الأغاني يعني إذا إحنا من هنا منشوف في عنا المصري وفي عنا اللبناني هم الأكتر شي ضرب يعني أو أكتر شي ماشي أنه أنا أغني أغنية فلسطينية وإنها تنجح في مصر بكون بضحك على حالي يعني هذا الحكي أنا بالعكس يعني بتمنى أنه يكون في عنا لهجة فلسطينية وأغاني باللهجة الفلسطينية يعني هاد إشي أكون يعني أول واحدة رح أبادر فيه وأشتغل عليه ولكن هي يعني يمكن شوي لأنه هيك السوء بده وهيك الشركات بره لما بدها توزع أو بدها يعني تنتج إشي للأسف بتفضل اللهجات اللي هي معروفة أكتر زي المصرية واللبنانية فبس هذا هو يعني إن شاء الله حبيبتي موافقة يا صبرين شكرا أكيد إحنا استمتعنا جدا وما شبعنا من صوتك رح نستمر معك ونسمع صوتك خلينا مشاهدين نختم بصوت صبرين الجميل إن شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم مع ضيوفنا المميزين والفقرات اللي حضرنا لكم إياها إن شاء الله يا رب وبترككم مع صوت صبرين نستمتع سوى إن شاء الله لقاءنا يتجدد غدا إلى اللقاء أنا بشكرك وبشكر القناة الفلسطينية نشكرك صبرين نغني يوم مويل الهوى 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 ضرب الخناجر ولا حكم من ذلفية يارت عيني بحر وسكن كشفوني يارت يارت عيني بحر وسكن كشفوني لانعيش طول العمور عيشتنا بحرية مويل الهوى مويل الهوى